وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خريفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفف الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون أبدع الله سبحانه وتعالى فخلق لنا على الأرض ما لا يحصى ولا يعد من النعم ثم استوى إلى السماء فسواهن سبعة فكان أول قصص في القرآن وخلق سيدنا آدم عليه السلام فأي شرف للملائكة الكرام البررة أن يحدثهم الله وأي شرف لآدم عليه السلام أن يتحدث عن الله إذ قال رب العالمين للملائكة الكرام البررة إني جاعل في الأرض خليفة يخلف بعضهم بعضا ويقومون بأعمار الأرض وكان الله قد أخبرهم بعلمه التام عن صفات البشر وعن اختلاف طبائعهم وأن ذلك بلا شك سوف يؤدي إلى الإفساد في الأرض وسفك الدماء فكان سؤالهم للإستضاح والاستفهام فليس لهم أن يعترضوا على الله عز وجل فكان السؤال يا رب أتجعل فيها من يفسد في الأرض ويسفك الدماء ظلما وعدوانا ونحن الملائكة نسبحك وننزهك ونمجدك ونقدسك بكل صفات الكمال والجلال فقال الله عز وجل إني أعلم من الحكمة ومن المصلحة الراجحة ما لا تعلمون نعم صحيح سيكون منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء ظلما وعدوانا ولكن أيضا سيكون منهم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أول حاجة هنوفى عندها كلمة ربك لماذا ربك وليس إلهك لأن الآية الكريمة بتتكلم عن صفة خلق آدم عليه السلام وإحنا كمسلمين بنعتقد أن الله هو الخالق والمدبر والمالك لهذا الكون فهو رب هذا الكون وفرضا لو كانت الآية الكريمة بتتحدث عن توحيد العبادة لله ما كانش قال ربك كان قال إلهك وده من الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم فضيلة الشيخ الشعراغي رحمة الله عليه بيقول إن قصص القرآن واقع يشبه قصاص الأثر فمن هم قصاص الأثر؟ ده اللي احنا بنسميه الدليل اللي أحيانا بنتخذه في الصحرة علشان يدلونا على الطريق الصحيح لنصل إلى الهدف وإحنا هدفنا من القصص القرآني العظة والعبرة وتثبيت قلوب المؤمنين تثبت الآية الكريمة إن خلق الملائكة كان قبل خلق البشر الملائكة مخلوقات من نور فهي كائنات نورانية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون منزهون جميعا عن الغرائز البشرية من جوع وعطش وتناسل وتعب وعن طريق الكرآن والسنة عرفنا بعضهم زي سيدنا جبريل وسيدنا إسرافيل وملك الموت ونؤمن بهم إجمالا الفرر الرئيسي بين الملائكة والبشر إن الملائكة مطبوعين على الإيمان أما البشر مطبوعين على الإيمان والكفر ولأن علم الملائكة جزء من علم رب العالمين ولأن فوق كل ذي علم عليم فليس لنا إلا التصديق بحكمة رب العالمين جزاكم الله خيرا